اهلا بكم الى موجز اخبار الان فجر انتحاري نفسه امام مدخل السفارة العراقية وسط كابل صباح اليوم بينما اقتحم مهاجمان المجمع دبلوماسي بحسب ما افد مصدر امني رفض الكشف عن هويته واوضح المصدر انه يتم حاليا اجلاء المدنيين من المكان حيث لا يزال الهجوم جاريا في وقت دوت عدة انفجارات في العاصمة تلاها اطلاق نار وتفجير قنابل يدوية افاد مصدر امني ان طائرات التحالف الدولي ضد داعش استهدفت مقرا للتنظيم في قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كاركوك ودمرته بالكامل واحتل داعش الحويجة بعد احتلاله مناطق واسعة من العراق في حزيران عام 2014 ويتخذها الان قاعدة لشن هجماته على مدينة كاركوك تشهد سبعة احياء في مدينة الرقى اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش قتل خلالها 29 فرد من التنظيم خلال الساعات الاخيرة وقالت مصادر عسكرية ان مقاتلي سوريا الديمقراطية بدأوا هجوما ضد داعش في حي نزلة اشحادة قتل على اثري ثمانية افراد من التنظيم اعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن تخصيص الدول الدعمة لمكافحة الارهاب لممرات الطوارئ الجوية بعد موافقتها مع سلطات الطيران المدني في كل من الامارات العربية المتحدة وجمهورية بصر العربية ومملكة البحرين وذلك لتستخدمها الشركات القطرية كما هو معمول به في حالات اغلاق المجالات الجوية الاقليمية اعلنت المملكة العربية السعودية انها وقعت اتفاقية مع منظمة اليونس في مكافحة وباء الكوليرا في اليمن وذكر مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية ان الاتفاقية كلف 33 مليون دولار تشير دراسة حديثة الى ان التوقف عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسرول بسبب الام في العضلات او في المعدة يمكن ان يمثل خطرا على المدى الطويل واوضح باحثون ان المرضى الذين يتوقفون عن تناول هذه العقاقير بسبب اعراض جانبية تزيد لديهم على الارجح نسبة الوفاة او الاصابة بازمة قلبية او التعرض لجلطة على مدار سنوات الاربع التالية منحت هيئة الاتصالات الفدرالية في الولايات المتحدة موافقتها على بدء شركة ابل في اختبار تقنيات الجيل الخامس للانترنت وبعد حصولها على الموافقة اضحى الشركة المصنعة لهواتف ايفون قدرة على استخدام موجات قصيرة المدى في منشأتين تابعتين لها بولاية كاليفورنيا نهاية الموجس الى لقاء اشتركوا في القناة